بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه في نور الدين نذهب نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أحب الأعمال إلى الله أنباءنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة ربنا سبحانه وتعالى أكثر في القرآن من ذكر الصلاة مرة والثانية والعاشرة والمئة ذكر الصلاة كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة عماد الدين العماد هو هذا العمود الذي يحمل الخيمة بحيث أننا لو شدنا هذا العمود تنهدم الخيم كأنه شبه الدين بهذه الخيمة فإذا أردنا أن نستفيد منها وأردنا أن نزاول الوظائف التي تقوم بها الخيمة فلابد علينا من وضع الأعمدة ما عمود الخيمة الصلاة الصلاة إذن أمر قوي جدا مهم جدا أول ركن بعد الإنسان ما يدخل الإسلام أشهد أن لا إله الله ومحمد رسول الله إقامة الصلاة أول شيء وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أول شيء سنحاسب عليه يوم القيامة هو الصلاة فإن صحت صح العمل كله وإن لم تصح لا يصحه العمل كله أهم حاجة قضية الصلاة إذن ليست مسألة سهلة ولذلك أمرنا أن نتعود عليها منذ الصغر واستجاب المسلمون لهذا وبدأوا من سن سبع سنوات يبدأ الحفاظ على الصلاوات هو لسه لم يكلف بعد لكن بالرغم من كده إلا أنه يتمسك بالصلاة لأنها مسألة برضو تحتاج إلى تعود تحتاج إلى أنها عندما أسمع أذن الظهر يتعلق قلبي بصلاة صحر اشتركوا في القناة